افكار وحيل ستوفر معاك وقت وجهت وفلوس كمان لو انت محتاجة كيس حلوان وما عندي كيش ومحتاجة الوصفة جدا ضروري كيس حلوان هاتي كيس تلاجة وسقان السكينة كويس جدا وقسمين نصين هيبقى احلى كيس حلوان عندنا هنا المنكيرو احنا بنحطه في ادينا لحوس مثلا كده وطلع بره وبهدلك ايدك وانت معدي كيش اساتون هتجيبي حتة كده من المعجون وعندك بقى المنازيل وهتبتدي تمسحي كده بالروحة من جل احباسة ولا اي حاجة هتلاقي تلع معاك في منتج السهولة عندنا السكاكين بقى والمقاصات اللي في البيت اللي خلاص قررنا نحنا نركينا على جنب بسبب ان هي بقيت تل ما بقتش بتقطع اي حاجة هاتي كده كده عامل ورق الفويل وعملها زي السنفرة كده سني كده السن بتاعها واحدة واحدة هتلاقيها معاك حمية ورجع التاني شوية حمية وتستخدميها وتجربيها برضو وعندك بقى المقاصات وكل الحاجات دي كلها هضلعيها وعملها من نفس الطريقة هتفيتك جدا عندنا هنا بقى المناكير بتاعنا نشفه خلاص فاضي بقاش فيه خالص هتجيبي بقى وانت محتاجه ومعنديكش بقى اي مناكير هتجيبي كده شوية من الاسيتون وتجيهم كده في الازازة هيرجع معاك المناكير كأنه جديد وطري وهيطلع معاك اللون كأنك لسه شريه بالزبط بصيب تعالي بقى نعمل سكراب حلوة قوي بقى للبشرة والشفايف بقى والاية منطقة في الجزء حلوة جدا مكشر حلوة قوي وبعدين بمكونات طبيعية هتجيبي السكر على عسل النحل وتقليبيهم كويس جدا لو انت البشرة بتاعتك حساسة اكتفي كده بالسكر والعسل وما تضيفيش اللمون لو انت بشرتك عادية دي في بقى كده نص اللمونة وتفرجي بقى على كمان تفتيح وتقشير وعيشيل كمان الجلد الميت كله شايفين حلو جدا وفتحفة بجد للبشرة بيتحط كده على الجسم وبنعمله بقى كده سكرابات كده بدواير كده دائرية بتلاقي بقى الجلد الميت تلع والجلد اللي هو ملوش بقى اللي هو بقى له فترة موجود وهتلاقي التشققات كل ده هينعم وكل ده هيروح معاك مع الاستمرار في المص كده المؤشر دوت مرتين في الاسبوع هيكل جسمك مختلف تماما بعد كده تعالوا بقى نعمل حاجة التنت بقى اللي احنا كلنا بنحبه جدا وضروري جدا عندنا تنت بقى شفايف تنتخدود عايزة تعمليه بقى تستخدميه برضو بعد البديكير والمونوكير لكعب الرجل حلوة اوه وبيدي لون كده دم الجزال جميل جدا اول حاجة بتجيبي اي كريم مرتب عندك بتحبيه وتفضليه واتي بقى كده حتة كده صغيرة من اللون الاحمر بودر اول اللي هو السايل اللي ببقى كويس جدا هيبقى معاك احلتان تقيل جدا وسابت في الوش بقى كده والايد حلوة اوي وبطلع بصعوبة وهيوفر معاك كتير اوي عبيهم في اي برطمان بقى او اي حاجة تجميلية واستخدمية هيوفر معاك كتير جدا بصي حطيته على ايدي انا بوريكي بس سنة صغيرة منه قد ايه هو مركز وقد ايه هو تقيل وسابت وبيفضل على اليد الفترة طويلة جدا وعلى الشفايف والخدود تعالي بقى اقولك على حاجة تاني عندنا بقى هنا ادينا مكان تأثير المواعين والوصفات بقى الكتير وكده بنهمل فيها بقى المرطبات والحاجات دي فمع الوقت بتحسين ايديك كده حصل لها تجعيد وحصل في العقل كده شوية هلات كده من الاهمال شوية تعالي بقى النهاردة نفتحها مع بعض في دقيقة اول حاجة هتجيبي نص لامونة وحتى من المعجون كده صغيرة جدا زي الحجم البزلة كده وتبتدي بقى تدحكي اللامون مع المعجون هتلاقي ايدك بجد كل الجلد اللي فيها تشال والايد فتحت بجد في الحال فتحت كل حتة فيها غمقه فتحت تماما بجد مصق معتمد جدا وبحبه قوي بفتح جدا لو انت بشرتك حساسة بلاش تعمليه عشان اللامون والمعجون بيفيهم كده نسبة حرقان شوية فمتتدريش منها جربيها الاول على حتة تغيرها شايفين بقى بعد ما بدعك كده اللامون مع المعجون كويس قوي دعك كده خمس دقائل مدة خمس دقائل ببتدي بقى روح اسيبه كده على ايدي خمس دقائل واروح اشتفه وبعد بقى ما بشتفه بتبقى دين نتيجة دي رب بتكون افكار عجبتك جربيها واقول رأيك في التعليقات موسيقى موسيقى